كاوازاكي جي كونسيبت جي كونسيبت هي دراجة نارية كهربائية سلاثية العقلات من إنتاج العلامة التجارية اليابانية كاوازاكي تتميز الدراجة جي كونسيبت بتصميمها المرن وهي مثالية لأشاق السرعة والمغامرة في حال رغب الراكب في القيادة بسرعات عالية واكتياز المناطفات الحادة يتم ضم العجلتين الأماميتين وخفض ارتفاع الدراجة وبهذه الطريقة تتحول الدراجة إلى دراجة سباق الوضع الثاني للقيادة هو وضع القيادة الهادئة أو السرعة البطيئة وهو مناسب للقيادة داخل المدينة أو على الطرق المزدحمة ويكون بتباعد العجلتين الأماميتين ورفع مستوى المقعد في هذه الدراجة أيضا قام المطورون باستبدال المقود التقليدي بزوج من المقابد كل منهما متصل بإحدى العجلتين الأماميتين جو هامر جاي وان تم تطوير وعرض تلك الدراجة النارية في عام 2016 وقد كانت هي أول سلسلة من الدراجات النارية الكهربائية في العالم من إنتاج شركة نمساوية لا تختلف تلك الدراجة عن غيرها فقط بل أنها صممت من الصفر تم تركيب كل من المحرك الكهربائي والموجه بالقرب من العجلت الخلفية أما ممتص الصدمات والبطارية فهي موجودة في داخل الهيكل المصنوع من الألومنيوم حرص المطورون أيضا على ضبط التوازن بين الثبات العالي للمركبة والوظائف لوحة القيادة لتصميم مميز أيضا يقدم المصنعون اثنين من الموديلات الأول هو جي وان وان فيفتي ويمكنه قطع مسافة 150 كيلو متر بشحنة واحدة ويعاد الشحن خلال ساعتين وعشرين دقيقة أما الموديل الثاني فيعرف بجي وان تو هندرد ويمكنه قطع مسافة 200 كيلو متر بشحنة واحدة خلال ثلاث ساعات ونصف تبلغ سرعة القصوى لكل النموذجين 120 كيلو متر في الساعة أما السعر فهو 25 ألف و 27 ألف دولار على ترتيب على مدى سنوات اعتبرت المحركات المترددة بمثابة سمة مميزة للعلامة التجارية بيم دابليو ومع ظهور المركبات الكهربائية في الأسواق تساءل الكثيرون عما إذا كانت الشركة قادرة على إنتاج دراجات نارية كهربائية بمحرك مسطح الدراجة النارية التي ترونها على الشاشة الآن هي فيجن دي سي رودستر المبتكرة من بيم دابليو والتي أثبتت أنها قادرة على تحدي مستحيل جدير بالذكر أن الدراجات النارية الكهربائية تختلف من حيث الشكل والحجم عن الموديلات العادية ومع ذلك فقد سعى المهندسون إلى الحفاظ على التصميم المميز لدراجات بيم دابليو حيث تم تثبيت الإطار بدلا من خزان الوقود العادية وتم استبدال المحرك بالبطاريات أما المحرك الكهربائي فهو موجود أسفل البطاريات للدراجة تصميم مستقبلي وفي الوقت ذاته من الوهلة الأولى يمكنك التخمين بأنها من إنتاج بيم دابليو عرضت الدراجة فيجن دي سي رودستر لأول مرة في يونيو من العام الماضي 2019 ولكن حتى الآن لم تتوفر أي معلومات تفصيلية بخصوص المواصفات أو السعر وفقاً للمصنعين تمثل الدراجة النارية سايتا إن جي اس جيلاً جديداً من الدراجات النارية الرياضية أسفل ذلك الهيكل الأنيق هناك محرك كهربائي متطور ونظام تعليق غير عتيادية بالإضافة إلى عدد كبير من المكونات الكربونية يعمل المحرك بقوة 200 حصان وبعزم دوران أكثر من 150 نيوتون المتر ويمكن للبطاريات المشحونة بالكامل توفير الطاقة تكفي لقطع مسافة تصل إلى 190 كيلو متر العيب الوحيد لدراجة سايتا إن جي اس هو السعر والذي قد يصل إلى 75 ألف دولار تقوم معظم الشركات حالياً بعمل لازم لتطوير مركباتها وجعلها أكثر تفرداً في هذه الحالة هنا لا تعتبر العجلات الأمامية المزدوجة ونظام التعليق الخاص مجرد صفات جمالية لهذه الدراجة ولكنها تزيد من مستوى الراحل الراكب بضمان ثبات وتناسق بدرجة أعلى أثناء القيادة بغض النظر عن ظروف الطقس أو حالة الطريق زود المطورون الدراجة يعمها نيكن بمحرك سلاثي لاستوانات ربعي الأشواط دي نظام تبريد للسوائل بساعة 847 سيسي يعمل بقوة 115 حصان ما يسمح للدراجة بالوصول إلى سرعات عالية خلال وقت قصير هذا بالإضافة إلى نظام إضاءة لد قوية توفر أشعة ضوئية منخفضة وعالية بجانب أضواء المكابح على الرغم من كون الدراجة ثلاثية العجلات إلا أنها صغيرة الحجم وقادرة على المناورة النموذج متوفر بعداد كبيرة ويمكنك شراءه الآن بسعر 16 ألف دولار ليتو سورا ليتو سورا هي دراجة نارية هاجينة بين الدراجتين بوبا وستريت فايتر وهي من إنتاج الشركة الكندية ليتو والتي تعتبر واحدة من أوائل الشركات في العالم التي أطلقت عداد ضخمة من الدراجات النارية الكهربائية في الأسواق تتميز الدراجة ليتو سورا بمظهرها الرياضي القوي هذا بالإضافة إلى العديد من السمات الأخرى المثيرة على سبيل المثال المقعد القابل للتعديل ما يرفع من مستوى راحة الراكب الدراجة مزودة أيضا بنظام GPS مدمج وشاشة لمسية ونظام تعليق عالي الجودة ونظام كبح متجدد وأجزاء إضافية مصنوعة من الياف الكربون تبلغ سرعة القصوى للدراجة 190 كيلو متر في الساعة كما يمكنها التسارع إلى 100 كيلو متر في الساعة خلال 4 ثواني فقط سعر الدراجة ليتو سورا 44 ألف دولار زيكو عند عرضها لأول مرة منذ عدة سنوات أصبحت الدراجة النارية زيكو نجمة مارد توكيو للدراجات النارية وما زالت تبدو مدهشة حتى اليوم الدراجة من ابتكار المصمم الياباني كوتانيزو من الشركة اليابانية زانك ديزاين عرضت للمرة الأولى في عام 2012 في وقت لم تصبح الدراجات النارية الكهربائية شائعة بعد أثناء العمل على النموذج قرر المصمم التخلي عن الهيكل الانبوبية التقليدية وبدلا من ذلك زود الهيكل بأضرع متأرجحة من الأمام ومن الخلف تبلغ سرعة القصوى للدراجة 160 كيلو متر في الساعة وبشحنة واحدة فقط يمكنها قطع مسافة 160 كيلو متر إجمالا لم يتم إنتاج سوى 49 نسخة من الدراجة زيكو على مستوى العالم ونظرا لكونها يدوية التجميع فإن سعر النموذج الواحد قد يصل إلى 70 ألف دولار دراجة نارية مبتكرة من إنتاج الشركة السلوفانية أكرابوفيتش طويرت في عام 2015 خصيصا من أجل العرض في أحد المعارض الألمانية الشهيرة لتطوير نموذج فريد ودي مظهر لا ينسى اضطر المهندسون إلى العمل لأكثر من 800 ساعة تعمل الدراجة بمحرك S&S مفصلي الرأس عالي الأداء بساعة 1524 سيسي هيكل الدراجة ثالث بشكل ملحوظ نظام العادم بالدراجة مدمج بمؤخر الهيكل جدير بالذكر أن اسم الدراجة مستلهم من الشكل العجلة الأمامية والمصنوها من الألومانيوم والكربون وقطرها 30 بوصة والتي تعتبر أيضا قطعة أساسية في التصميم سمة أخرى مميزة للدراجة فولمون وهي نظام التعليق الهيدروليكي هذا بالإضافة إلى المكابح السيراميك ونظام التوجيه الآلي ما ساعد المصممين على إخفاء جميع الكابلات والواصلات شكرا على المشاهدة وأخبرونا في التعليقات أي من الدراجات النارية المدهشة التي استعرضناها على قائمتنا اليوم قد عجبتكم أكثر وترغبون في تجربتها في يوم من الأيام ولا تنسوا إذا عجبكم الفيديو ضغطوا لايك وشاركوه مع أصدقائكم على مواقع التواصل الاجتماعي وللمزيد اشتركوا بالقناة ولا تنسوا أيضا تفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد إلى اللقاء